نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بإلغاء صرف السكر التاموني المدعم على البطاقات التامونية وشدد المركز على انتظام صرف المقرارات التامونية بما فيها السكر المدعم لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التامونية بشكل طبعي دون إلغاء وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم كما أشار المركز إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة مؤكدا على قيام عزارة التموين بتكثيف حملات التفتيش الدورية على كافة الأسواق لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع